المشاريع التنقل المموية في مملكة البحرين ليست وليدة اللحظة بل نتيجة العمل المتواصل منذ عقود غيرت ملامح هذه الأرض وحولتها إلى نهضة عمرانية متكاملة تحاكي دول العالم المتقدمة وتعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتعكف المملكة على مواصلة المشاريع لتواكب العصر الحديث ومن بينها جسر الملك حمد حيث يعتبر جسرا مستقبليا موازيا لجسر الملك فهد ومكملا لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية وسيعمل على تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين البلدين الشقيقين مشروع متر البحرين أيضا من المشاريع النوعية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وممول من الميزانية العامة بقيمة مليون وسبعمائة ألف دينار هذا المشروع ممهدا من الناحية الفنية لتوفير نظم بدلة وعصرية بهدف تخفيف الازدحامات في شوارع المملكة ولا تقف المشاريع المنقطعة النظير عند هذا الحد بل تعمل المملكة مع شقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع القطار الخليجي حيث سيربط هذا المشروع الشبكات الداخلية للدول الخليجية بسكك حديدية رئيسية بطول 1860 كم مشاريع ضخمة ستعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي وستعزز من كفاءة شبكة النقل الداخلي وستعمل على إتاحة خيارات تنقل إضافية بأقل تكلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وستوفر فرص عمل في مجالات جديدة ضمن قطاع النقل البري لأبناء المنطقة 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 ضمن قطاع النقل البري لأبناء المنطقة